بسم الله من أفضل كتب اللي واحد قراءها كتاب اسمه من الذي يحرق قطعة الجبن الخاصة به من الحرق جبنتي او من لاكل الجبنة هو قصة مصلية وفافوية كترة جدا رغم انها صويرة بتحكي عن اربع اشخاص او اربع فرين فيه بينهم فيه اثنين اسمهم سنيفوسكوري واثنين تانيين اسمهم هيموهاو القصة استعارها حوالين الاهداف بتاعت الانسان فهم موجودين في متاها وبيدوروا على الجبنة فالأربع فعلا بيوصلوا للجبنة يعني ايضا نقول ان الاربع الشغلوا في الشركة بتاعتهم او الاربع وصلوا الى اهدافهم وحققوا اهدافهم او كهداف مثلا علميا انهم يخذوا الدكتوراه او هدافهم انهم يتجوزوا او اهدافهم وصلوا هذا فتاحهم ففيه اثنين منهم مستريحوا وخلاص وما اخدوش بالهم ان الظروف حوالين تتغير بسرعة وفضلوا مستريحين فيه اثنين رقبوا المكان في حواليهم ورقوا ان الجبنة بتنقص كل يوم ويوم فبدأوا يدوروا على مكان تاني فبدأوا يستمتعوا بالجبنة وكل يوم يخرجوا ويجروا ويلبسوا الكوتشاب بتاعتهم ويدوروا على مكان افضل حد ما هم وصلوا للمكان اللي هم عايزينه واستفادوا كتير جدا في رحلة البحث الاثنين الاولين فدلوا ياكلوا ويدياموا ويدياموا حد ما في يوم من الايام وكانوا خلاص استريحوا ونسوا الكوتشاب بتاعتهم فين اللي كانوا بيجروا بيها لو ان الظروف اتغيرت وما فيش جبنة خلاص او ان الشركة قلت لهم مع السلم فواحد فيهم قال لك نبدأ دور فواحد قالوا لا احنا نشوف ملي سرق الجبنة اكيد الجبنة موجودة بس احنا مش شايفينها يا عم خلاص المطقل استعلم ندور على حاجة تانية قالوا لا ما مش هندور تمام فقعد بسرعة كده والتاني لقى ان هو هيموت وفضل مع صاحبه ومتعلق بصاحبه لحد ما لقى ان هو خلاص مفيش مفر فسابه وبدأ يروح لدور على جبنة لحد ما وصل للمكان تاني بس بعد ما تعب ورجعوا واخدوا صاحبهم وبدأوا في المكان اللي فيه جبنة كتير جدا وتعلموا ان هو يرقبوا المكان بحيث ان لما تحصل اي تغيرات يروحوا ده بش يسادل القصة قصة جملة جدا فكتير جدا طول ما انت عمل تكرأ بتلاقي فوايد وفيه فار بيكتب الفوايد دي على الحيطة فستفاد منها كتير جدا فاتمنى ان انت تراها هو بيحكي عن التطورات اللي موجودة حوالينا ولازم نستفاد منها يعني اصلا وبساط حواليك هتلاقي مثلا ان ناس كتيرة بتكسب مليارات من الهوى من برمجة مثلا فليه ما تخشش في المجال دوت ممكن تكون انت مثلا شغال ببرنامج او تقنية والتكنيات دي اتلاغت فما فيش حل كده تلاقي دلوقتي مثلا اكبر شركات ما فيش فيها راس مال يعني شركة فيسبوك ما فيش فيها اصول في الاسول اللي فيها التويتر اوبر يعني اكبر شركة سيارات ولا تمتلك اي سيارة فيش حاجات كتيرة مثلا حاجز فنادق من موقع النت تحاجز بيه الفنادق وفعا لا يملك اي فندق بس راس مال كبير جدا فالفكرة كلها النت تبدأ تشوف التطورات اللي حواليك تبدأ تشوف الظروف الجديدة لو انت شغال في شركة ما تطمنش قوي لا حاول تطور نفسك اعمل حسابك مثلا لو الشركة دي استغلت عنك يكون انت مستثمر فلوسك في مكان تاني يكون انت عامل حسابك في حاجة زي كده يكون عندك امكانية ان انت من شركة خاصة بيك حتى لو صغيرة حتى لو بالشركة مجرب بس انت فتح بحال بيجيب داخل البيت او عامل اي ساس مار حاول لا تعجز استعين بالله وتوكل على الله ولا تعجز اشتركوا في القناة